طب هل حصل عملته حاجة وجي كابتن قالوكوا إيه لنا خلاكوا تعملوا كده؟ لا سأل يعني فيه ماتش بتاع اللي احنا طرطنا فيه كان فيه مشكلة بالنسبة لنا ماتش كان السعودية وطرطنا الظلم يعني احنا اللي اتنين مع بعض كاسب قرارات يعني كانت الامور كانت صعبة بالنسبة لكابتن جواري وحتى هو قال لنا قبل الماتش قال لنا خلي بالكم انتوا الاتنين بالزاد الناس كلها ايه بتتكلم عليكم انتوا الاتنين انتوا الاتنين يبقى المشكلة عليكم أو أعطوا أن نرفزوا فيكم يبقى نيئ نهد المشاهد لا ما فيش نرفزوا بس حسيت الأمور أن الحاكم جاي علينا نوحازم بس أنا بقولك أنا حتة الطريسات يعني إحنا منرأس نوحازم حتى كابتن جوهري من خلال أنه غير الطريقة بشكل كبير جدا أنه إحنا إيه خلينا نوحازم تحت إيه تحت كابتن حسام حسن أما المنتخب دلوقتي بلعب ترام مميزة الدنيا تغيرت في الكرة طريقة اللعب تغيرت ده التكنيك ولا ده السرعات 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 والقوة والالتحام بشكل قوي جدا قوة البدنية بيتبقى عالية جدا دي تغيرت إحنا كنا منعواطب حتة المراوغة حتة المهارة نحنا منعدي من أول والتاني وتالي منلعب من حتة يبقى فيه اختراقات أكتر أما دلوقتي فيه سرعات كده لمحمد صلاح يعني ما شاء الله يعني إيه عنه سرعات بشكل كواس جدا ممكن من بعد نص المرعب يعدي ممكن يروح يجيب جون بسرعته دي نزيجي نفس العملية خليني خليني أقول المشاهدين حاجة رونالدو يعني قال إنه عبدالسطر صبري مسألو الأعلى صح أو لا؟ دي حقيقة دي حقيقة اه دي حقيقة ايه السببه يعني قالها ليه في الوقت ده أنا ساعتها أنا كنت بالعب في بنفيكا كنت يعني بنفيكا ده حاجة في البرتغال وكريستين رونالدو كان بالعب في سبورتنج يعني زي بيقولوا الديربي زي الأهل والزمالي كان في مصر يبقى كان بين فيكا وسبورتنج أنا كنت بالعب ماتشي جدا ضد سبورتنج كان ماتشي مهم جدا في ملعب الفلاتو كان ملعب سبورتنج سبورت كريستين كان عادي حتي كان عنده 18 سنة من خلال الماتشي ده أنا يعني أنا كنت مميز في البرتغال خدت أحسن لعب في البرتغال جيب تجون في ملعب سبورتنج بعد الماتشي بقى بيعملوا بقى ساعتها اندرفيو كان سعيدة منشي سنونيدت جايه يتلعب سبورتج لجبونة عشان ياخده كريستين والدو بس بيسأله بقى كريستينو بعد الماتش يعني ان نفسك تبقى زي مين زي جيكز ولا بيكام ولا فيجو ولا كنتونة يعني اللعبة اللي مميزة جدا في العالم في منشي سنونيدت أو في البرتغال قال لهم لا كل لعباتك كويسة جدا محباها جدا بس النفس أفضل صبري ده من نسبالي لحاجة كبيرة حاجة مميزة جدا صبري ده يعني أنا شايف هو الصورة هو الايه في البرتغال ونفسها بزيه كده طريق حتى كان معظم الوقت كنت على طوبة روح له انجلترا لانما كان بلعب في منشي سنونيدت وانا في مين فيك كنت بتعبوا يعني طب دي حاجة حلوة شفت ازاي نظرته لما لاعب لما الماتش التاريخي التاريخ انجلترا دلوقتي اللي كان طبعا ما بين اللي كان رونالدو وصلاح شفت ازاي نظرته لصلاح لما صلاح كسر التاريخ يعني يعني هو من نوعية لكريستانو انه هو عانيك جدا وبيحب هو يبى رقم واحد وده عنده طموح جامل جدا لما شاف الحاجة الحاكة قوية قدامه حاكة يعني بشكل قوي جدا كانش متخيل ان صلاح يامل وبعدين فيه ثقة من محمد صلاح واقف بثقة مش ببصله يعني قوة صلاح انه هو مش ببصله اي حاجة تاني ببصله انه هو ايه قلقان منه وخاف منه كريستانو انه مش من نوعية دي لما ده وصل صلاح للصورة دي خلى ايه كريستانو فيه احترام لمحمد صلاح وده حاجة كبيرة بالنسبة لنا لمحمد صلاح ان ايه وصل الصورة دي